اهلا بكم احبائي في حلقة جديدة الحلقة رقم 10 في سلسلة تأملاتنا في انجيل يحنى والمسيح في انجيل يحنى شوفنا في الحلقات اللي فاتت قد ايه يحنى الرسول بيبرز لنا من هو المسيح في هذا الانجيل المبارك في اصحح واحد وصلنا لآية 30 وشوفنا من آية 30 وصاعد بيشرح فيها يحنى المعمدان عن ارساليته انجيه عشان يهيأ الطريق امام المسيح اللي يجي عشان يرفع خطية العالم وبالتحديد آية 30 بيقول فيها هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي رجل صار قدامي لانه كان قبلي شوفنا حبائي في الآيات دي شهدت الوحي عن المعمدان وارساليته اللي جاي بيها من عند الله عشان يعد الطريق للمسيح للشعب اليهودي وللعالم اجمع في انتظارهم عشان يحقق غرض الله لخلاص العالم من الخطية ومن الموت الابدي والحقيقة بنشوف في شهادة المعمدان شيء رائع عن عظمة الاتضاع الالهي فبرغم انه كان واعظ ومعروف طبعا هو بيتشبه بسيده واعظ معروف يحنى ومبشر مشهور في اسرائيل وكان ليه باع كثيرين على فكرة الا انه كان في منتهى السعادة انه يعطي المسيح المكانة الاولى في آية 30 اللي ارناها من شوية فعلا كان هو في منتهى الاتضاع اتضاع حقيقي وده في الواقع هو اساس العظمة والقوة المؤثرة في الكرازة بالانجيل او حتى اي عمل روحي اخر بحاجة تانية مهمة لازم ننوع عنها ان معمودية يحنى بالماء كانت اعداد وتحييق الشعب للتوبة وكرمز للتطهير عن الخطايا لكن معمودية الرب يسوع كانت بقوة الروح القدس بنفسه روح الله بذاته اي انه سيرسل للروح القدس كما وعد في اعمال تذكره في اعمال واحد تمانية لكل المؤمنين انه ليقويهم ليحيوا وينادوا برسالة الخلاص وبدأ هذا فعلا بعد قيامة المسيح من الاموات وصعوده للسماء حسب يحنى عشرين واعمال اعمال اتنين بتتذكره وفي اية الثلاثة وثلاثين في الجزئة الاريناها دي بيقول يحنى المعمدان انه لم يكن يعرف المسيح طبعا اكيد كان بيعرفه لانه كانوا على صلة قرابة مع بعض حسب الجسد لكنه ما كانش بيدرك انه هو المسيح الا عند معموديته بيدرك بالضبط هوية المسيح والوحي ذكر في الاربع نجيل حدثة المعمودية على فكرة عن المسيح وعلى سبيل المثال في لؤة ثلاثة ولانه كان شاف انه الكلام ده بيتحقق قدام عينيه بحسب توجيهات الله ليه في اية ثلاثة وثلاثين وبناء عليه كان في اية أربعة وثلاثين انا قد رأيت وشاهدت ان هذا هو ابن الله ولما بنقول ابن الله اي كلمة الله المتجسد اي المعلن لذات الله فهو صورة الله غير المنظور الذي فيه يحل كل ملء اللهوت جسديا وهنا نقدر نكرر الاية اللي ذكرها الوحي في نفس الاصحاح في اية 18 الله لم يره احد قط لكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر حباء عايز اقول زي ما كانت مهمة يوحان المعمدان هي التبشير بالمسيح وتوجيه الناس ليه النهاردة الناس محتاجين من يوصل ليهم البشارة اي الاخبار الصارة عن المسيح ونوريهم انه هو اللي بيدوروا عليه يسوع المسيح انهم في امسل حاجة اليه انه الوحيد المعين من الله مخلص للعالم وايضا ديان لكل البشر ليس باحد غيره الخلاص مفيش اوضح من كده يا جماعة مرة تانية اقول ليس باحد غيره الخلاص واتمنى من كل قلبي انه كل اللي بيسمعوني النهاردة ويشاهدوني يكونوا نالوا الخلاص والحياة الابدية السعيدة والمجيدة في المسيح يسوع اللي ليه كل المجد والكرامة الى الابد امين